حياكم الله من جديد في هذه الفقرة نسلط الضوء على تعديلات بعض مواد نظام العمل والتي جاءت لضمان تحقيق سوق عمل جاذب ومتميز وهي كما وصفتها وزارة الموارد البشرية راعة حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية لمزيد من التفاصيل حول هذه التعديلات في مواد نظام العمل أرحب بضيفكم والأستاذ مهند بن أحمد العيسى ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل أستطيع الله بالخير أستاذ مهند شكرا لقبول الدعوة وحضركم أستطيع الله بالنور شكرا لك وسعيد ولودي معك خليني بالبداية قبل أن أدخل معك بتفاصيل التعديلات التي تمت أريد أن نأخذ لو نبدأ مختصرة سريعة عن نظام العمل بشكل عام عندنا في السعودي بشكل سريع جدا طبعا نظام العمل اللي يعتبر من أقدم الأنظمة في المملكة هو أكثرها استقرار وشمولية هو يعتبر المنظم الرئيسي بسوق العمل والمشرع لحقوق واجبات أصحاب العمل والعاملين أو العاملين وأصحاب العمل في نفس الوقت صدر أول نظام بالمسمى نظام عمل فترة قديمة جدا عام 1389 هجري كان اسمه نظام العمل والعمال واستمر العمل فيه الفترة طويلة حتى عام 1426 حين صدر نظام العمل بشكل مشابه للشكل الحالي كان فيه 245 مادة ضمن 16 باب طبعا من ذلك الوقت حتى الآن صدرت بعض المراسيم لتعديل بعض المواد يمكن آخرها اللي كان قبل شهر اللي هو في مجموعة تعديلات تقريبا كانت 38 مادة تم تعديلها تم حذف سبع مواد وتم إضافة مادتين جديدتين وش أبرز التعديلات خليوني ندخل كذا مباشرة يمكن على المواد وش التعديلات اللي تمت التعديلات هنا نتكلم عن تعديلات سياغية قانونية نتكلم عن تعديلات اليوم فيها موازنة بين أطراف أو حقوق الأطراف كما يعني أشرتم لها وين صاعدة التعديل بالضبط صحيح التعديلات مثل ما ذكرت تعديلات كثيرة هدف من الهداف الرئيسي أن يكون هناك حفظ لحقوق صحاب العمل والعاملين بنفس الوقت من أطراف العلاقة التعاقدية كان هناك مجموعة من التعديلات اللي تخص النصوص وتحديدا عقود العمل كان فيه إشارة إلى إلزامية توثيق عقود العمل من التعديلات أيضا المهمة في هذا الجانب كان فيه إشارة إلى فترة التجربة أصبحت الآن يجب أن تحدد فترة التجربة في عقد العمل على أن لا تتجاوز طبعا 180 يوم في السابق كانت فترة تجربة قابلة للتمديد 90 يوم قابلة للتمديد 90 يوم أخرى وهكذا وهذه من الأسباب التي يمكن تؤديه لبعض الخلافات أو اختلاف التوقعات بين أطراف العلاقة هناك أيضا تعديلات على العقود الغير محددة المدة طريقة إنهاء العقد غير محددة المدة إشعار الطرف مثلا إذا كان الإنهاء من طرف العامل للعقود غير محددة المدة خلال 30 يوم وصاحب العمل خلال 60 يوم هذا فيما يخص النصوص وطبعا فيه وضيفة أيضا تعريف مثل تعريف الأسناد تعريف الاستقالة أيضا هناك يعني تعديلات تخص موضوع الإجازات مدفوعة الأجر يمكن من التعديلات الجوهرية والمهم الحقيقي كانت تعديل على إجازة الوضع اليوم أصبح تجلسة الوضع بالتعديل الأخير 12 أسبوع سابقا كانت 10 أسابيع ويمكن نشير هنا لأنه فيه مبادرة أعلن عنها مؤخرا كانت بالتنسيق مع زملة بموصل عمل التأمينات لوضع حافز أو صندوق لدعم أصحاب العمل للي تكون مثلا تتمتع بإجازة الوضع توطي الأجر لمدة 13 أيضا فيه إجازة وضيفة في حالة وفاة الأخ أو الأخت لمدة 3 أيام مجموعة من الحقيقة التعديلات التي كانت تتناول موضوع التدريب والتأهيل والمهارات لها تفاصيل كثيرة أيضا وبعض التعديلات التي يتم تفصيلها في اللوائح التنفيذية واللوائح التي تستصدر إن شاء الله أنا بس يمكن أن أتوقف معك بمرنا معك سريع أستاذ مهند على بعض الجزئيات الخدمة المستمرة تم إضافة يعني النص والمادة بعد التعديل هي خدمة العامل غير المقاطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي من تاريخ ابتداء الخدمة وتعدل خدمة مستمرة في الحالات الآدية من بينها الأسناد خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخصة لها أو مرخصة لهذا الغرض وش الرابط بين الخدمة المستمرة والأسناد؟ ليش أضفته هذا؟ يمكن التركيز هنا أخي جمال على موضوع الأسناد المصطلح الأسناد هو الذي تم إضافته اليوم طبيعة الأعمال وتطور سوق العمل صار فيه عندنا نشاط أسناد العاملين من منشأة إلى منشأة أخرى هذه تستوجب وجود ترخيص يختلف عن الإعارة؟ يختلف عن الإعارة؟ إعارة ما أعرف الله في نظام العمل قاستيك لا أنا أتكلم يعني إحنا عندنا مفهوم اليوم الإعارة الموظف يروح يعمل فيه في جهة أخرى لمدة محددة المقصود في هذا الأمر هو في شركات الموارد البشرية شركات الموارد البشرية اليوم من المصطلحات التي ضيفت موضوع الأسناد الأسناد؟ نعم يمكن يقصد واحدة من النقاط الرئيسية التي ضيفت في بعض المواد طالما أنك فتحت موضوع الأسناد الحد من موضوع السمسرة تم النص على وجود عقوبات وشيرنا هنا أيضا أنه فيه تفاصيل رح تكون أكثر في اللائحة في اللواحة التنفيذية لنظام العمل وكذلك في اللائحة الضبط وتنفيذ عمال التفتيش أيضا فيه إضافة أخرى طالما أنك ذكرت الأسناد اللي هو موضوع الاستقالة هذا مصطلح أيضا تم إضافته وفيه له تفاصيل في المادة والتعديل الأخير يوضح علية عمل الاستقالة ومتى تقبل وما إلى ذلك بس أوقف معك يمكن على جزئية الاستقالة في السابق كانت شهرين؟ المدة صارت الآن شهر؟ هي طال عمرك الاستقالة في السابق ما كان موجودة بالنص ما كانت مدة محددة؟ فسخ العقد والاستقالة موضوعين مختلفين في السابق كان يتم فسخ العقد من أحد الطرفين يتم الاحتكام إلى العقد والمدة الموجودة في عقد العمل العقد المحدد المدة الآن الاستقالة هي المصطلح الجديد الذي يضيف بإمكان العامل أن يتقدم الاستقالة صاحب العمل وصاحب العمل قبول الاستقالة أو رفضها إذا رفض الاستقالة إذن العامل يجب أن يلتزم بالعقد وما كان منصوص بالعقد إذا مرت ثلاثين يوم بدون إفادة ودون إجابة من صاحب العمل تعتبر الاستقالة نافذة تشرح لي هذه بس وشلون لما قدم استقالة يرفضها صاحب العمل إذا رفضها صاحب العمل أكمل بمصطلح الاستقالة أي بالضبط أنا مثلا بديت عقدي بواحد واحد أربعة وعشرين ممتاز بواحد ستة قدمت استقالة ممتاز على سبيل المثال ممتاز مع تقديم الاستقالة بواحد ستة قال لي صاحب العمل لا ترفض الاستقالتك مرفوضة خلال مدة الثلاثين يوم هذه اللي أنت تتكلم منها لا أبقى عندنا ما رح نقبل استقالتك أنا مجبر أن يكمل ستة شهر أنت مجبر تحتكم إلى ما كان في العقد إذا كان العقد ينص أنك تكمل سنة كاملة وما يوجد إشارة إلى أن يتم فسخ العقد أو إمكانية فسخ العقد من قبل أحد الطرفين أنت مجبر أنك تكملها ستة شهور أو تعوض صاحب العمل إذا كان ينص العقد على ستين يوم أو تسعين يوم تلتزم بما ورد بالعقد لذلك مسترح الاستقالة أضيف حتى يوضح الفرق بين ما ينص عليه العقد أو إذا كان فيه اتفاق أو موافقة من صاحب العمل لينهاء العقد بإجراءات غير الفسخ وكيف عوضة إذا لا أصريت وقلت باستقيل أدفع لها ستة شهور؟ نعم إذا كان العقد ما أشار إلى مدة انتهاء العقد يلتزم الطرفين حسب اللي طلبوا يلتزم بمدة العقد ويعود صاحب العمل وفي السابق وش كانت الحالة؟ لم يكن ينص على موضوع الاستقالة إن كانت فسخ العقد فقط وآلية فسخ العقد العقود أغلب العقود اليوم وهنا يمكن أن أتطرق إلى موضوع مهم أستاذ جمال أغلب العقود تنص على آلية انهاء العقد وهذا دائما نسعاله ونتمنى أن يكون دائما موثق بشكل صحيح اللي هو ألية فسخ العقد إذا رغب أحد الطرفان أنهاء العقد لجب أن يكون موضح في العقد المدة الزمنية للعقد مفترض أن تكون موضح إذا ما وضحت وذكر أنه مدة العقد سنة زي المثال اللي ذكرته إذن يلتزم الطرفين بتعويض الطرف الآخر اللي هو العقد المحدد المدة المحدد المدة ولذلك أضيف مصطلح الاستقالة لمعالجة إذا كان هناك اتفاق بين أحد الطرفين إذا رفع من صاحب العامل طلب الاستقالة وقبل صاحب العمل بذلك إذا قبلت الاستقالة ينتهي أو تنتهي حقوق صاحب العمل لمطالبة العمل جيمي أروح للجانب آخر يمكن تكلمت عنه قبل شوية له الإجازات المدفوعة والعقود أبي تلخص لي بس يمكن أبرز التعديلات في هذه الجزية الإجازات المدفوعة الأجر نعم طبعا التعديل الرئيسي كان لزيادة الإجازة المدفوعة الأجر في حالات الوضع المرأة سابقا كانت 10 أسابيع اليوم أصبحت 12 أسبوع بناء على التعديل الأخير ويضا ربطت هذه قبل شوية كان في مبادرة وطلقت من المؤسلامة التأمينات لتحفيز أو لدفع صندوق لدعم المنشآت في حالة أخذ الموظفة إجازة للوضع حتى ثلاثة أشهر وفق الظوابط طبعا معلن عنها الإجازة الأخرى التي تم إضافتها هي ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت الموظف جميل الجزء الآخر يمكن اليوم في العديد من مواد النظام العمل أكدت على جزئيتين تحديدا فيما يتعلق بتوظيف ذوي العاقة والجزء الثاني أيضا توظيف السعوديين أريد توضح لي أين التعديل صار بهذه المواد؟ يمكن توظيف السعوديين وتوظيف ذوي العاقة في المواد أو التعديلات الأخيرة ما كان لها تفصيل في النظام السابق نعم ما كان لها تفصيل في النظام السابق عفوا لها تفصيل في النظام أو التعديلات لكن راح تكون مفصلة أكثر في اللوائح التنفيذية التي ستصدر إن شاء الله أنا بالمناسبة أخي جمال يمكن ما وضحت القرار أو الموافقة على التعديلات للنظام العمل نصت أيضا على أن يتم تطبيقها خلال 180 يوم هذه 180 يوم طبعا بدأت مع نشر القرار وبنفس الوقت أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث اللوائح اللائح التنفيذية لنظام العمل ومنحقاتها وأستار لوائح أخرى خلال هذه الفترة 180 يوم نحن اليوم نعمل على أربعة لوائح رئيسية في اللائح التنفيذية لنظام العمل في اللائح الضبط عمال التفتيش في لائحة عقد العمل البحري وفي لائحة للعماء الزراعة والرعي ومن في حكمهم هذه إن شاء الله خلال أيام أو سابيع قليلة ستطرح في منصة تستطلاع لأخذ مريات العموم وتتضمن تفاصيل أكثر لتفسير المواد والتعديلات الأخيرة خريص سلك اللائح التنفيذية اليوم في لائحة تصدر من قبلكم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمنظم وزارة الموارد بشري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كمنظم اليوم مشرع للسوق هذه اللوائح أكيد أنها تستند عليها الشركات اليوم والعاملة في القطاع الخاص لكن هل يجوز لكل شركة أن تضع لائحة خاصة طيب هل هذه اللائحة اليوم كيف تتأكدون أن هذه اللوائح هي مطابقة للأنظمة النظام بالضرورة هو أعلى من اللائحة كيف تتأكدون أنه مطابق ترفع ترفع سيد جمال اللوائح للشركات ترفع الاعتماد الوزارة يتم رفع اللوائح طبعاً كل شركة أو كل منشأة مفقحة جمعية من زمانة أن ترفع كلها لوائح داخلية وهذا الأصل يتم اعتمادها من الوزارة وطبعاً زي ما ذكرت بالضبط أنه بما لا يخالف اللائحة تنفيذي نظام العمل ونظام العمل وتعتمد بناء على ذلك وهذا ينطبق على الجهات الحكومية التي لديها عقود على التأمينات الاجتماعية طبعاً موضوع الجهات الحكومية مختلف ينطبق عليهم نظام العمل القطاع الخاص لكن يعتمد على نوع العقد وكان يخضع لتنظيم التأمينات يخضع وقتها لنظام العمل إذا كان يخضع لنظام العمل نعم يطبق عليه على حسب العقد وتراجعون هذه اللائحة وتوافقون عليها طبعاً الجهات الحكومية ما ترفعها مثل المنشآة للقطاع الخاص ترفعها وين؟ تعمل داخلياً لا للمورد البشرية لقطاع الخدمة المدنية للمورد البشرية مختلف عن إجراءات اعتماد اللواحة داخلية للقطاع الخاص أخيراً يعني وش الأثر اللي تتخضعون لهذه التعديلات على السوق والله بإذن الله أن يكون لها أثر إيجابي كبير على سوق العمل أنا يمكن بشيري إلى نقطة مهمة أن التعديلات هذه أخذت مراحل وجهود كبيرة من العمل بالمشاركة مع أصحاب المصلحة اللي هم الأطراف العلاقة في سوق العمل كان هناك عدد كبير من ورش العمل والجلسات المشاورة والاجتماعات مع اللجان العمالية مع اتحاد الغرف التجارية مع خبراء في الموارد البشرية أيضا كان هناك أخذنا مرئيات عدد كبير من منشآت القطاع الخاص وبالتأكيد مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى الأفضل التعديلات الممكن للخروج بها في هذه المرحلة كذلك لا أنسى أنه كان هناك أيضا طرح لمسودة التعديلات على منصة استطلاع في مرحلة سابقة وجاءنا أكثر من 1300 إفاد أكثر 1300 شخص ساهموا في إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم لتجويد هذه 1300 هؤلاء شركات ومؤسسات وأفراد وأفراد لما قلت المرئيات تبادر لهني سؤال اليوم أستاذ مهند أنت مسؤول يعني كمسؤول حكومي اليوم عن سياسة سوق العمل هل يجري لديكم اليوم أن أخذ بشكل دوري بأراء العاملين اليوم في القطع الخاص عن التحديات التي تواجههم عن فرص التحسين التي يمكن أن تصير بالتأكيد هذا الذي نعمل عليه بشكل يومي حقيقة وباستمرار دائما نسعى إلى مراجعة ودراسة وتعديل وتطوير التنظيمات بالشراكة مع أطراف العلاقة التعاقدية أصحاب العمل أو العاملين بشكل مستمر بنفس الوقت يمكن أن أؤكد أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك استقرار في التنظيمات والتشريعات وأن يكون أي تعديل أو تحديث داعم لاستقرار المنشآت وزيادة الموهو نشكرك جزيلا شكرا لكل هذه المعلومات القيمة ومشاركتها معنا الأستاذ مهند بن أحمد العيسى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل شكرا جزيلا شكرا لك بعد الفاصل شكرا لك